موسيقى خلفية اكاديمية لكن احب ان انا اكتسب مهارات الميديا فلحد بعيد مرت بعدد من التجارب لكن لو سألتوني ما هو البرنامج الاحب الى قلبي هو البرنامج ده باختصار والحقيقة هو مهم انه يكون فيه برنامج متخصص ادارة القناة شافت انه لازم يكون فيه برنامج متخصص في نسميها القضايا المصيرية القضايا الهامة ما تبقاش مجالد التغطيات العادية اللي بتحصل بشكل يومي في التوكشوز وفي نشرات الاخبار وانا بنقف شوية كده بالفهم والتحليل على قد ما نقدر للموضوعات الاهم والابرز طبعا احنا قدامنا كده نقول مغضلة شوية ايه هي القضايا الاولى بالتقديم فاري البرنامج اتفقنا ان احنا كل اسبوع ناخد اهم عشر قضايا شغلت الرأي العام مش بس المصري ولكن كمان العربي والعالمي ما ننساش ان احنا جزء من عالم كبير اوي كل ما يحدث فيه بيأثر علينا بمنطقة البساطة احنا عايشين في قوض نوم بعض احنا عايشين في الليفينج رومز بتاعت بعض احنا عايشين جوة شؤة وبيوت وحواري وشوارع ومدن بعض صعب اوي النهاردة ان احنا نقول فيه حاجة اسمها دولي وحاجة اسمها محلي كله داخل في بعضه لان احنا بقينا بنتأثر باي حاجة ممكن تيجي من العالم الخاري لابد ان تواجه بالشكر اللي دكتور حسن راتب واخويا الكبير وصديقي العزيز لانه هو رجع لهذا البرنامج بعد ما كان فيه كده يعني نقول نقشات بشأن ان احنا نعمل حاجة تانية فانا حبيت ان انا حبيت ان انا اشكره بالفعل بشكل علني لانه بيتبنى هذا البرنامج من البداية خالص حرككم فاكرين ان احنا كان عندنا النسخة او الاصدار الاول منه في 2013 و2014 وبعدين يعني مرت شؤون كثيرة في هذه البلد وفي هذه القناة ولكن انا سعين ان احنا بنرجع له مرة تانية